مرة من المرات قلت سيد الكاظمي عضو مكتب سياسي أو تنفيذي بالتيارة الصدرية يعني حتى نكون واضحين بالموضوع على اعتبار الرجل المطيع جدا للتيارة الصدرية الرجل المطيع من الأزغر حتى الهرم السيد مقتر الصدر فبالتأكيد اليوم أنا إذا أعمل سياسة أصر على بقاء من هو مطيع إلي وخادم إلي وهنا كلمة خادم يعني أعني بها مو خادم وإنما يعني ينفذ الأوامر وليس التوجيهات فالكاظمي يؤمر ولا يوجه بصراحة شديدة فبالتأكيد يبقى التيارة الصدرية مصر على بقاء الكاظمي وفيما إذا بقى الكاظمي أعتقد ستحلح الأمور والأمور البقية كلها تكون بسيطة على اعتبار الكاظمي هو شخصية رمزية كبيرة مرغوبة لدى الغرب والعرب والسيد مقتر الصدر اشتركوا في القناة